اهلا بكم الى موجز لأهم الانباء من قناة الجزائر الدولية بداية اجرى الوزير الاول الجزائري ايمان بن عبد الرحمن الاثنين محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن التي تقوم بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يوما واحدا بيان للوزارة الاولى الجزائرية اوضح ان المحادثات سمحت بالاشادة بعمق علاقات الاخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين مع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء توجيهات قائدي البلدين كما جددت طرفان عزمهما على تنشيط آلية التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة وتعزيز المبادلات الاقتصادية خلال الاستعقاقات الثنائية المقبلة على رأسها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية تونسية اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية الاثنين ستة عشر فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وفاد نادي الاسير الفلسطيني بان الاعتقالات تركزت في القدس وقلقيليا ورمالا وصحبتها عملية مداهمة لعدة منازل فلسطينية في السياق ذاته هاجمت زوارق الاحتلال الحربي مراكب الصيدين قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة لإجبار صيدين الفلسطينيين على وقف عملية الصيد اعلنت وزارة الامن والحماية المدنية في مالي تنفيذ عملية امنية بضواحي العاصمة باماكو وأصفرت عن إطلاق صراح عشر رهائن ضمنهم نساء وأطفال فضلا عن إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم يحملون الجنسية الفرنسية بيان عن الوزارة أوضح أن وحدة خاصة من قوى الامن تدخلت لإطلاق صراح رهائن كانوا محتجزين في مدينة ميسابوجو بالقرب من مستشفى مالي وللقبض على أعضاء مجموعة من المجرمين ومهرب المخدرات المصدر ذاته أضف أن العملية سمحت بالإفراج عن عشر رهائن من ضمنهم ثلاث نساء وستة أطفال بالإضافة إلى اعتقال أربعة مجرمين منهم مواطن فرنسي سينيجالي وآخر فرنسي مالي واثنان فرنسيان في الصومال قتل أربعة أشخاص على الأقل في العاصمة مقاديشو في حصار فندق فيلاروز الشهير الذي يحتله مسلحون من حركة الشباب الصومالية وفادت وكالة فرنس بريس نقلا عن مسؤول أمني بأن المسلحين محاصرون داخل غرفة في المبنى وأن قوات الأمن أوشكت على إنهاء الحصار في الفندق الذي يقع على مسافة شوارع قليلة من القصر الرئاسي ويرتاده عادة البرلمانيون وكبار المسؤولين ومن جهة أخرى قرر البرلمان الصومالي بغرفتينها الاثنين تأجيل جلساته إلى أجل غير مسمى قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن لدى تهران أدلة تثبت تورط دول غربية من ضمنها واشنطن في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية وفاة شاب محسى أميني الخارجية الإيرانية أكدت أيضا أن للكيان الصهيوني دورا غير إيجابي في المنطقة يؤثر سلبا على العلاقات الإقليمية في سياق الناديسلة أكدت الخارجية الإيرانية أن مفاوضات الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود لافتة النظر إلى أن أوروبا تتقاحس عن الوفاء بالتزاماتها بشأن الاتفاق النووي قتام الموجز الخباري تفاصيل أكثر تجدونها عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإفتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة